من هو داروين؟ هو شارلز روبرد داروين ولد يوم الثاني عشر من فيبري سنة 1809 في منطقة شروزبري الإنجليزية هو عالم إنجليزي في مجال الطبيعة الجيولوجية وكسب شهرته لمساهمته في نظرية النشوء والارتقاء التي نشرها سنة 1859 وقد أحدثت نظريته ضجة كبيرة فمن الناس من أيدها ومنهم من خالفها ومن الجدير بالذكر أن نظرية النشوء تخالف العقيدة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى داروين كان الإبن الخامس من أصل ستة أبناء للطبيب روبرد داروين وسوزانا داروين وأحب الجلوس والنظر إلى الأشياء ليتفكر بها وارتداء الملابس السوداء ذات الياقات الضيضاء ينتمي إلى عائلة الموحدين الذين ينتمون للطائفة الإنجيلية وكان له منذ صغره تفكير خاص يتميز فيه عن غيره ويبرز هذا التفكير في كل مرة يذهب فيها إلى الكنيسة الإنجليزية بدأ في صيف 1825 العمل كطبيب متدرب يساعد والده على علاج الفقراء في منطقة تروبشاير وكان ذلك قبل التحاقه بكلية الطيب في إيدنبرا كان واحد من الطلب المهملين في الدراسة لأنه لم يجد في الدراسة إلا الملل وأبدى والده إنزعاجه من هذا الإهمال وعلى الرغم من ذلك تعلم علم التحنيات في ذلك الوقت انضم في السنة الثانية الجامعية إلى جمعية بلينيان التي تناقش بشكل دوري العديد من القضايا الطلبية بحث داروين في أوائل سنة 1856 مدى إمكانية نجاح نقل كل من البيض والبدور إلى الماء وذلك بغية نشر الكائنات الدقيقة فيها وعلى الرغم من وجود الشكوك من قبل بعض العلماء في ذلك إلا أنه استمر حيث بدأ بكتابة العديد من الأجوبة عن مجموعة من التساؤلات في ذهنه وتمكن من الحصول عن مجموعة من المعلومات التي لم ينشرها في حينها واستمر في بحثه إلى أن حصل على معلومات وآراء علماء آخرين وبعد مرور سنة من بداية بحثه نشر كتابا مفصلا لأفكاره التي جمعها في كتاب انتقاء طبيعة أنه لم يعتمد على نشر أي من أعماله التي كتبها إلا أنه كان واحدا من أكثر الأشخاص كتابة في عهده ومن أبرز مؤلفاته هو الرحلة من بيجل وكتب عن جيولوجيا في أمريكا الجنوبية وتشكل الجزر المرجانية وأصل الإنسان والتعبير عن العوابث الإنسان وغيرها الكثير تمت عملية تشخيص حالة داروين سنة 1882 وكشفت عن إصابته بالذبح الصدرية الناتج عن إنسداد شرائين القلب وإصابته بعدة من أمراض القلب وتوفي بعد عملية التشخيص بأيام وكانت كلماته الأخيرة نحو عائلته هي أنا لست خائفا من الموت أتذكر معنى الزوجة الصالحة التي حظيت بها أخبر أطفالي أن يتذكروا جيدا كيف كنت وشيع في كنيسة كنيسة اسمها ويستمانستر ليدفن بالقرب من جون هيرشيل وإسحق نيوتن